النهاردة محمد عبد المنعيم تم اختياره ضمن تشكيل الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفرقيا بعد المستوى الجايد اللي قدمه في مباراة الهلال الماضية اللي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهدافه واللعب المصري الوحيد اللي موجود في التشكيل عن هذه الجولة الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفرقيا قلنا مبارح ان احمد سيد زيزو هيقضع لمسحة طبية صباح لسنين وبعد اصابته بفيروس كورونا اللعب فعلا عمل المسحة مبارح والنتيجة جاءت سلبية في أخبار اتقالت ان هناك أزمة في أنجولا لعودة أحمد سيد زيزو إلى الكاهرة رقم 10 تواصل مع السفير المصري محمد صفوت سمير سفير مصر في أنجولا قال ان ما فيش أي أزمة في عودة زيزو إلى الكاهرة الطيران متاح واللعب حصل على أوراق السفر لكن القرار في يد نادي الزمالك سواء ببقاء اللعب والسفر إلى المغرب بشكل مباشر أو العودة إلى الكاهرة السفر إلى المغرب لمواجهة الوداد طبعا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا كل التوفيق طبعا وكل أمنياتنا أن الزمالك يقدر يحايا فيها نتيجة محتربة نتيجة الفوز هو ده اللي احنا عايزينه يعني حزم إمام انتهى من برنامجه العلاجي بعد إصابته في العضلة الخلفية واللعب سوف يعود المشاركة في مران الزمالك بداية من الغد حزم إمام بيقترب من العودة إلى قائمة الزمالك أمام الوداد المغربي في اللقاء المقارن له يوم السبت المقبل إن شاء الله كل التوفيق لحزم إمام كان يعني معايا أحمد غانم سلطان إمبارح وقال إنه حزم إمام أولى بمركز الظاهير الأيمن من حمزة المثلوسة وهو شايف إنه قدراته الفنية أكبر من قدرات حمزة المثلوسة طبعا نتفق نختلف حزم إمام قيمة كبيرة ولاعب أيضا مهم جدا في تشكيلة الزمالك مسؤولي نادي الزمالك تواصله مع جنش خلال الساعات الماضية وأكدوا ليه إنه هيكون موجود في صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء عارضه مع فيوتشر على فكرة هيبقى فيه حركة كبيرة في مركز حراسة المرمى مع نهاية الموسم في نادي الزمالك حركة كبيرة عواد ممكن يخرج؟ ممكن أبو جبل ممكن يخرج؟ ممكن الاتنين ممكن يخرجوا ويرجع جنش وصبحي مساء؟ ممكن يرجع جنش بس ويجيبوا حركة كل الأمور هيبقى فيه لعبة كبيرة وكتير في مركز حراسة مرمى الزمالك ولكن بعد نهاية الموسم النهاردة لعب اتنين من المحترفين فيه الدوريات الأجنبية والعربية الأول مصطفى محمد مع جلطة سراي في الدوري التركي أمام فريق جستابا وانتهت المباراة بفوز جلطة سراي 3-2 ومصطفى محمد ما سجلش هدفه ولكن صنع الهدف الأول لفريق جلطة سراي برأسه في ديئة الثالثة لزميله نالسون اللاعب الثاني مصطفى فتحي شارك مع فريقه التعاون السعودي أمام فريق الاتحاد في مباراة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ومباراة انتهت لصالح الاتحاد اتنين واحد بعد ما كان متأخر بهدف وكده التعاون ومصطفى فتحي بيودعوا البطولة مالش يفتحي مالش يا مصطفى مالش اللي جاي أحسن إنشاء الله اشتركوا في القناة